بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا طلاب الصف الثالث سنوي في محاضرة جديدة من حاجرات المراجعة الشاملة ليه آآ ليال الامتحان نسبة مراجعة اليال الامتحان حل امتحانات شاملة النهاردة احنا قدام امتحان في مجموعة من الافكار متحان الفين اتنين وعشرين الافكار اللي فيه وزي ما احنا عملنا في امتحان تلاتة وعشرين احنا مش احنا عايزين نشوف ايه اللي وراها ايه فكرتها لو حلت امتحانات دي كلها مجموعة الافكار دي هي اللي بتتكرر تاني انت تلاحز ان فيه فكر نفس الفكر ما بين الامتحانات فالنظام الحديث مع الامتحانات اللي حصلت مبقاش حديث ان شاء الله تعالوا نهاردة نشوف ايه الافكار اللي ورا كل جملة من الجمل اللي الراجل حتحلنا مجموعة الافكار دي ان شاء الله تبقى هي امتحانك السنية دي ان شاء الله تعالى الجملة الاولية بتقول don't worry your phone ما تقلقش your phone وراح اول جملة بتقول your phone buy tomorrow morning buy tomorrow morning تمام التليفون بتاعك هيتصلح هيصلح buy tomorrow morning اولا كده حضرتك انت شايف ان الجملة بدأ بyour phone كده الجملة دي passive تمام طالعا معها passive يبقى زي ما قلنا ان ال passive ده عايز verb to be am is are was where the being being انا ادام اختيارات استبعد الاول is going to fixها مستبعدة مستبعدة ليه مستر عشان ما فيش verb to be فيش بيه ادامي is going to fix مفيش بيه ادامك اوه يعني حضرتك انا ادام بيه وادام كمان بين يعني انا ادامي الوقت verb to be ال passive بتاعه تمامي انا عندي حاجة اسمها future perfect احنا عايزين نفهم الجملة مش عايزين نحلها بس احنا عايزين نفهمها ونفهم الافكار اللي ممكن للراجل يحطها لتاني السنات مش هجيب نفس الجملة ومجبهاش يبقى هجيب شبيه بيه انا ادام كلمة اسمها buy انا ادام buy tomorrow morning buy هنا معناها بحلول معناها قبلة قبل بكر انا عندي في future يا ولادي في future اول ما اشوف buy اعرف على طول من غير تفكير باللعلك من غير ما اتفكر من غير ما اتفكر اول ما اشوف buy اعرف على طول وانت بتتعامل مع كلمة buy اعرف انك بتتعامل مع حاجة اسمها future perfect او لما مستقبل تاني buy tomorrow يبقى مستقبل يبقى future perfect بص كده على دول buy tomorrow غير buy yesterday يبقى لو شفت future هنا بعد tomorrow لو شفت future لو شفت كلمة tomorrow هنا اعرف ان ده مستقبل تام future perfect طب لو لقيت buy yesterday اعرف انك بتتعامل مع past perfect تاني معلش هلاقي buy مكتوبة مرتين مرة 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 ممكن تبقى في future perfect في المستقبل التام مستقبل التام ده لشكلين we will have او is going to have will have plus pp يبقى ساعة ملاقي future will have او او المكون بتاعه التاني am او is though are going to have برضو يعتبر future perfect may have future perfect have plus pp لما لاقي buy وراها حاجة في past اعرف انك بتتعامل مع past perfect اللي هو ايه مستر past perfect ده اللي هو had plus pp يبقى تاني لما شوف buy انا قدام حاجتين لما شوف buy يعني لما قلت هي وجيت قلت لك في الاختيارات will travel will be traveling will have travel will travel will have traveled لو انا جبتها لك كده will have traveled هو هيساف had traveled تمام had traveled buy الفين خمسة وعشرين twenty twenty five لو جابها لي كده اعرف ان ده future perfect الفين خمسة وعشرين لسه مجاتش الفين وثلاثين لسه مجاتش يبقى السنة اللي في future دي اعرف ان buy ده future perfect will have travel طيب لو قال لي buy هو سافر buy الفين وعشرين الفين وعشرين بكلام كده على past اعرف ان هكت رابد وسافر قبل عام الفين وعشرين يبقى انا قدام buy اقدام حاجتين يا اما بتعامل مع buy على انها future يا اما بتعامل مع buy على انها باسط ماضي حلو او شو بقى انت هتتعامل مع الجملة ازاي الراجل هتطلق buy tomorrow tomorrow دي future على طول مش عايزة كلام في buy tomorrow morning ادي buy هاي ولادي don't wear your phone تليفونك buy tomorrow كلمة buy هنا بعد الشرح اللي احنا قلناه هتبقى لها علاقة بفوتر مش اي future my is going to be fixed future of future passive كمان تليفونك هيتصلح is going to be and eyes will have او is going to have عشان دا اسمه future perfect مستقبل تام مش مستقبل عادي مستقبل التام دا الحدث اول في future يعني قبل الضيوف ما تيجي موما هتنظف الشقة مش will have clean دافلات حدث اول الاول لايحصر في المستقبل future perfect غير future continuous future continuous حدث هيستمر الفترة في المستقبل بكرة الساعة من سبعة التمانية i will be starting هكون بذكر من سبعة الكمانية في الفترة دي i will be starting مستقبل مستمر future continuous طب والفوتر perfect حدث اول شو بقى الجملة بتقول ايه ما تقلقاش تليفونك هتصلح قبل بكرة الصبح يعني قبل الصبح ما ييجي هيكون التليفون تصلح حدث اول يبقى الفوتر perfect الوقتي اللي هي will have او is going to have شرط have لما دورت في الاختيارات لقيت في will have هاي بس مش مجهولة مش passive انا عايز will have ودي بي نهاية اللي بتعمل لي passive هاي يبقى التليفون بتاعك will have بين لو لاحظت في عامل مشترك ما بين امتحان اتنين وعشرين كده وثلاثة وعشرين النهاردة اول جملة passive هاي والهابين سوف يصلح قبل اليوم ده ما يجعلي قبل بكرة الصبح تمام الجملة التانية the police said just now that the windows the police said just now the police قال الان الراجل كده عامل حاجة اسمها perplexing لغباطة شواء البوليس قال حالا just now بالدهالي عشان مجرد انها هتدايقني في الجملة عشان حدايك تفكر فيها كتير قال لي ان الشبابيك ده هي مالهق اتقسرت قبل الحرامية went into the building قبل ما before هاي وانا قريدي عارف ان before معناها قبل قبل وعارف ان الجملة كده هي شايلة باست سيمبل وباست بيرفكت واحنا عارفنا كويس اقوي ان before بعدها باست سيمبل او وانت يبقى انا هنا عايز باست بيرفكت ما تخليش كلمة ناو دي تأثر عليك ما تخليش وجود just now او ناو تقول ان انا هحافظ على الزمن بها تحافظ عليه ما هو الزمن كان باست بيرفكت كان ماضي تام قبل بفور ماضي تام قبل بفور وبيضة تايم ماضي تام وماضي بسيط ايه بقى الباست بيرفكت ده الحدث الاول في الماضي يبقى هو الراجل جابلك في الجملة الاولى الحدث الاول في المستقبل مستقبل تام والهاذ الحدث الاول في الماضي هاذ تعالى نشوف كده هل هو ده حدث اول البوليس قال حالا ان الويندوز الشبابيك اتقصرت قبل الحرمامة يبقى كسر الشبابيك ده الحدث الاول يطار هقول الشبابيك اتقصرت حلوة وهو هاذ بين بروكن لاحظ لاحظ ان فيه اتفاق ضم جوه الممتحن على الباسف هو يبقى هو عارف ان درس الباسف بيضايقك كتير انت ما يضايقكش درس الباسف بعد الكلمتين اللي قلناهم في الفيديو الاولاني اللي بنشرح فيه انتحان 2013 قلنا ان الباسف اول ما تعرف ان باسف يبقى ثمانية زائد واحد ثمانية اللي هم مين؟ فرب تو بي ام از ار ووز وير بي بين بينج تبقى الواحد التصريف الثالث البي بي حلو قوي هات بين بروكن ولا هات بروكن ولا وير بينج بروكن ولا هات بروكن هات بروكن مش هتنفع معي ما فيهش باسف مفيش فرب تو بي وانت عايز تقول الشبابيك اتكسرت كسرت يبقى انا عايز الجملة باسف الباقين شغالين نقول شغالين بس بيفور عايزة باست بيرفكت دي شغالة عشان باسف ودي شغالة عشان باسف لكن بيفور لها شغل عندي لها باست سيمبل باست بيرفكت يبقى انا لازم بيفور هتطبق قواعدها لانها في الباست هناك قدامك وانت ايه؟ يبقى ما قداميش غير هات بين بروكن علشان انا بقى كده حققت الرول او حققت القاعدة بتاعتي يبقى هات بين بروكن نشوف الجملة اللي بعدها the old man was grumpy the old man can grumpy as he had missed the train انا قلتلكم ان دايما الكلمة اللي هيجبها لك حتى لو رخمة ايه ارى الجملة حلو؟ الجملة الكلمة نفسها grumpy دي احنا واخدناها في unit one grumpy معناها متأفف معناها غطبان معناها يعني متدايب حلو او grumpy طيب الراجل بقول لي طيب انا لو مش عارفها يا مستر ايه رجل الراجل العجوز كان was grumpy as he had missed the train عشان هو ملحش القطر اكيد واحد ملحش القطر اكيد يبقى كان زعلان يبقى حاضر داك وينت بترجم الجملة هوت الجملة داي فاهمتني grumpy يعني انا بقول كده علشان لو فيه كلمة هيجبها لك في الامتحان يسألك على مثل السينونوم او الانتونوم اقرأ معنى الجملة اللي موجود فيها الكلمة كويس the old man was grumpy as he was he had missed the train the word grumpy is close in meaning to كلمة grumpy اقرب في المعنى لي grumpy يعني شديد غطبان يعني انا لو شلت جرمبي دي احط ايه من دول احط curious فضولي احنا اخذنا الفرق من curious في المنهج ونوزي نوزي كانت في نت وان curious في نت اتنين نوزي يعني متطفل بيحشر مناخره في حاجة نوز جاي من نون نوزي حشر المال عشان نفسه في حاجة فيوريس كلنا عارفين ان فيوريس غير انجري فيوريس يعني شديد الغضب excited يعني حسب الاثارة المتعة مستمتع يا سلام هو في واحد مستمتع علشان فقد القطر انا هنا قدم صف اكيد اللي الراجل على طول رايح على كلمة فيوريس يعني شديد الغضب او فري انجري يبقى كلمة فيوريس اللي بعدها بتسوي فري انجري وعلى فكرة بقيت المعلوم ان فيوريس معناها جديد الغضب انا مستر هو في فرق بينه وبين انجري انجري غضبان عندنا حاجة اسمها strong adjective يعني صفة قوي لما قلت tired exhausted ايه الفرق ما بينه tired تعبان exhausted شديد التعب angry furious angry غاضب furious شديد الغضب furious شديد الغضب ونخلي بالنا فيه ملحوظة قوي على الصفات عايز اكملها الصفة القوية دي لازم اكملها لك بمعلومة حلوة شوية تاخد بالك منها لو انا يا ولدي جيت قلت لك لو انا الجملة دي ناخد بالنا منها كده he is absolutely or dramatically لاحظ كده كلمة المكتوبة حال اسم حال قوي dramatically absolutely tremendously لاحظ كده وجاب لك في الامتحان قال لك اختار والقيت في الاختيارات angry very و furious وانت عايز واحدة من الاثنين والاثنين انت عارف كويس او ان هما غضبان انا قلت absolutely or dramatically or tremendously ده حال اسم حال قوي انا عايز اقول غضبان جدا because مثلا علشان his brother made an accident حضرتك اتقول furious هتقول لي يا مستر اخترت furious مش angry هقول لك لان الحال اللي هنا قوي الادفرب ده قوي فلازم يجي بعدين صفة قوية طب لو شنا دول وخلناها very حضرتك هتقول very تقول لي very angry يبقى الحال القوي ياخد صفة قوية زيه الحال الضعيف very او extremely ياخده الضعيف اللي زيه very لو انه very كنت اقول very angry absolutely or dramatically or tremendously الحال القوي ده غضب جدا بيبقى ياخد حال بيبقى ياخد صفة قوية زيه تمام يعني يا مستر كده الجملة بتاعتنا واحنا بنتعامل معها بهذا الشكل بهذا الشكل كلمة grumpy معناها متقفل شديد الغضب بتسوي furious خلاص كده بيقلوز in meaning to furious غيبة في المعنى لfures الجملة رقم اربعة the rate at which المعدل which goods are produced التاج المعدل بتاع البضائع اللي بتون تكفيه and the amount produced بيزدو الكمية especially in relation to the work time and the money needed to produce them is cool يعني الجملة حتى لو انت متداق منها انا عندي produced يععم وعندي بضائع وعندي بيقولك المنتج produced تاني او انت عايز يقولك تاني عايز يقولك تاني عشان تعرف ان الكلمة بيقولك علاقة الوقت والزمن بالانتاج الله يبقى اكيد زيادة الانتاجية او اكيد تحسين الانتاج ذرية المعدل المعدل بتاع انتاج البضائع او الكمية بتاعته خاصة في وقت بسيط او في وقت محدد يا ترى ده اسمه productivity زيادة الانتاجية او priority الاربع كلمات لحسن الحظ عندك في المنتج اللي ذاكر منهجه عارف ان الاربع كلمات دول في المنتج حضرتك ما تختارش عشوائي الانتاج والانتاجية انت عايز اي تاني يعني ما فيش حتى priority اولوية priority اولوية يعني حد بيعمل حاجة اول مرة priority اولوية لما قول التعليم priority اولوية لنا يعني المفروض نحقوضها كاول حاجة مهتمين بها brainstorming اللي هو العصف الزهن progress تقدم اكيد مش دول كلهم المعنى بتاعنا كلمة productivity قلنا كلمة مهمة جدا 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 productivity جابها في 2000 22 في الامتحان في جملة في 23 و 20 قررها في جملة عشان اقول لكم ان الامتحانات recycle itself بتعيد تدوير نفسها تاني بطريقة مختلفة productivity الانتاجية تماما نشوف الجملة اللي بعدها unless a new is found to control traffic we will never find a solution to the dilemma لو ملقناش طريقة نحل بها مشكلة في المرور مش هلاقي حل لهذه المشكلة لو ملقناش اسلوب اسلوب طريقة نشوف الاختيارات اللي عندي curriculum ده انا عندي curriculum اللي يسيرها الذاتي respect احترام اللي جاب الاحترام عند المرور approach بمعنى طريقة بمعنى way بمعنى style approach altitude مرتفعات مش جاية خالص مش ماشية مع المعنى خالص approach يعني طريقة we need to a replacement محتاجين نلاقي بديل of non renewable energy as soon as possible محتاجين نلاقي بديل للطاقة الغير متجددة باسرع ما يمكن as soon as possible we need to make a replacement do a replacement find a replacement المعنى ماشي طبعا زي ما انتو شايفين المعنى ماشي find a replacement يعني يا جد بديل الجملة رقم سبب an out whale has been dug in the desert to provide people with water يا طرى 20 متر ولا 20 متر ولا 20 متر ولا 20 متر وفيه اكاسترف سؤال جميل وسؤال بيتقرر كثير يولادي بأفكار مختلف او بشكل مختلف اركز معي بقى في الاجابة 20 متر well has been dug دج يعني يحفر وما اللي هنا معناها بير بير مساحته 20 متر اتحفرت dug in the desert to provide people with water اتحفرت في الصحرى عشان يمد الناس بالماء يا طرى اقول 20 متر ايوه مستر ما 20 بعدها عدد 20 متر ولا 20 متر ولا 20 متر ركز معي في المعلومة بير مساحته 20 متر حال يعني كده الكلمة ده موقعها صفة الكلمة دي كده موقعها ياولادي هتبقى الصفة على طول يعني يا مستر صفة نشوف كده ايه المعلومة بتاع 20 متر دي جات من ايه ان ايه اصلها احنا عندنا ياولاد حاجة اسمها أدي الصفة فعندنا معلومة في الصفات ان الصفات لا يمكن لا يمكن ان انا اعمل لها plural يعني مقدرش اعملها جامعة ما فيه الصفة بتتجمع beautiful girl جامعها beautiful girls جامعة girls الاسم لكن ما جامعتش beautiful dangerous problem عايز اقول مشاكل خطيرة dangerous problems ما جامعتش dangerous big problem مشكلة كبيرة big problems fast train fast trains حلو قوي يبقى انا كلمة fast هنا اتجمعت ولا ما اتجمعتش ما بتتجمعش ليه عشان هي صفة يبقى الصفة والحال استحالة يتجمعوا استحالة يتع must استحالة تعملوا plural ايه عشان feito ايه عالة المواضح يا مستر أيه عشان في المواضح الصفاتyg два يعني انت انت بتكلم عن الصفة ليه يعني تعالى بقى نشوف كده الصفات كده بتتجمع ولا مش بتتجمع استحالة تتجمع فالصفات كده استحالة تتحط لها جامع استحالة تعملها جامع الاسم اللي عمibles هو اللي نجمعه مولقى يا مستر دي رقم دا عدد حلو قوي ما هو العدد ده يا ولاد ممكن يبقى صفة اسمه compound adjective صفة مركبة نفهم بقى بالراحة. حضرتك انا بقولك انا عملت الفرح بتاعي او العيد ميلادي في five star hotel. ركز كده بقى معايا كده. five star hotel. مستر. five star ازاي? ده المفروض ان انا اقول five stars. يا سلام. five stars hotel الله هو فندق ايه? فندق خمس نجوم. يبقى فندق اهو الاس. وخمس نجوم دي الصفة. يبقى لازم الاس دي تتشاهد. يبقى لما اجا اقول فندق خمس نجوم. حضرتك اقول five star hotel. طب انا رسمت خمس نجوم على الصبورة. five. قول لي five stars يا باشا من حقك تقول لي five stars. يعني five stars يعني خمسة نجمات. يبقى هنا دي. يبقى stars هنا الاسم اللي الجامع. تاني يا مستر معلش الحتة دي تاني. الصفات تجمع حتى لو كانت رقم كبير. يعني يعني five star hotel او يا باشا five star. فندق خمس نجوم. عقد خمس سنين. five year contract. او هتقول five years. five year contract. يعني عقد خمس سنين. بص على كلمة contract اهوة. وبص على خمس. يا مستر ما نقول خمس سنين. five years. انا ذكرت انجليش بقى لي five years. بانا كل عمري بجمعها. ايوة باشا اجمعها براحة. بس ما يكونش وراها اسم. a five year contract. اه. اه او ان يتحطوا هنا. واحد يقول لي يا مستر هو لازم اه او اه بس بشرط. هبص على الاسم ده لقيه مفرد. لان الاول الان قدام الاسم اللي هنا مفرد. طب لو عايز اقول فنادق خمس نجوم هتشيل ال اه باشا. هتقول five star hotels. يعني انا ممكن اجمع هتشيل يا مستر اجمعها براحتك. five star hotels. لكن ما تجمع ليش الصفر. عقد خمس سنين. five year contract. اه عشر دقايق. break 10 دقايق. ten minute او هتقول minutes ten minute break. وصحة عشر دقايق. اجمع break براحتك. اجمع contract براحتك. اجمع هتشيل براحتك. لكن ما تجمع ليش الرقم. ما اجمعوش ليه? عشان جيب بعدين ناون. عشان هو هنا صفر. والصفات لا تجمع حتى لو رقم. الصفات ما تجمعش خالص لو رقم. او عن الرجل يضحك عليك بقى يقول لك five years ولا five year ويحط لك بقى ابوستروف اس واسة ابوستروف يبدأ اللغبة تشتغل. اقول لا يا باشا ده الصفات ما تجمعش. بس ليه شرط عشان الصفة ما تجمعش. ليه شرط عشان الرقم ده ما يجمعش يبقى ورا ناون. فندق خمس نجوم. عقد خمس السنين. فسحة عشر دقايب. اي رقم. كنت اي رقم بقى بير عشرين متر. بير عشرين متر. تعال بقى نرجع لجملتنا. موضوع الجملة بتاعتنا بتاعت البير ده هو اللي هو البير اللي هو اللي عشرين متر ده هو. حلو. بيقول لي ايه بقى فيه. لما يجي يقول لي بير عشرين متر. هنقول له ايه. يقول لي بير عشرين متر. اهي الجملات يا ولد. اتوينتي ميترز واو. ولا توينتي ميتر لاحظ الهايفن. بنحط في الصفات المركبة هايفن. هايفن يعني شرط صغير. لاحظ ان دول مفهومش هايفن زو. يا بصوا. اللي دايما الرقم من عشرين لتسعة وتسعين. في الغالب بنحط هايفن. شرطة صغيرة. حلو. يبقى توينتي ميترز دي بره عشان فيها اس. طب مستر. توينتي ميترز دي كمان بره. ايوه بره يا باشا. مفيش هايفن وفي اس. طب ودي برضو المفروض ان هو في اس هنا بس برضو 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 مقدميش غير الاسم اللي مفهوش اس. توينتي ميتر واو. نقول تاني. لما جمعناش يا مستر. وانا طبيعا ان انا احط الكلمة بالجامل. لان هنا صفة. عرفت منين انها صفة. من وال. ودي اللي انا قلت عليها. اتوينتي ميتر واو. الهايفن دهات ياولاد دي بعض الكتب بتقول اوبشنال. لكن في الاسم المركب اللي هو واحد وعشرين اتين وعشرين تتعة وعشرين وعشرين لحد تسعة وتسعين بعض الكتب بتقول ايجبالية. الشرطة دي اجبالية. الجملة اللي بعدها. it's time we. it's time. it's high time. i suppose. imagine. لاحظ كده هيجي بعدهم حاجتين. it's time we. حاجة من الاتنين. تعال نشرح القعدة ونرجع للجملة بعد ما نشرح. it's time we. وانا بقول it's time we. انا ادام. انا ادام it's time. المعلومة اللي على it's time حاجتين. يعني لو انا باتكلم على it's time او it's high time. هي هي. لقد حان الوقت. it's time. لو جبت فاعل it's time. هي. انا ادام حاجتين. يا اما اجيبها post symbol. اعملها ماضي بسيط يا ولادي. يا اما اجيب. يبقى هنا هجيب ماضي بسيط. post symbol. يا اما هجيب post perfect. post perfect. حلو او يا مستر. يبقى انا ادام حاجتين بعد it's time. يا post symbol يا post perfect. امتى تبقى post symbol وامتى تبقى post perfect. لو الجملة فيها اي احاق اي احاق indication في post. keyword بتدل على post. على الماضي. جملة بتدل. كلمة بتدل على ماضي. يبقى حيك هجيب post perfect. لو فيه كلمة بتدل على مضارع على present. حضرتك هترجع وجيب post symbol. عايزين نفهم الجملة مثلا. it's time here. study ولا studied. ولا had studied. مع post perfect ده له هات. هات زائد البي بي. والpost symbol التصريف التاني. second conjugation للverb. it's time he studied ولا had studied last week. لقد حان الوقت انه يذكر last week. last week الاسبوع اللي فات. يبقى had studied عشان last week. يبقى انا لو جالي جملة كده. it's time. he. مثلا. did. او بيخيارك على did. وبيخيارك على هات. done. his homework now. his homework now. لقد حانى الوقت ان يعمل الوجب بتاعه الان. now. now دي مدارع. صح كده. او نو مدارع. يبقى كلمة فيها احاء بالمدارع. انزل لخليها باست. حلو. نوة هي. present. يبقى على طول تبقى باست. اهي. طيب لو كان تشلنا نو دي. وراح قايل لقد حانى الوقت انه او الوقت كان حانى ان يعمل الوجب بتاعه. yesterday. مبارح. last week. يقول لي يا مستر ده الماضي. امتقى اللي الماضي نجيب ماضي تام هات. يبقى على طول لو في ماضي. لو الجملة فيها باست. يبقى هات done. طيب فرضا ان الجملة ما فيهاش. لا فيها indication. لا فيها احاء بالمضارع. ولا فيها احاء بالماضي. يا جاجل تساب لجملة عيمة كده. يبقى اختار حاجة من الاتنين. يا باس تامبل. يا باس بيرفكت. يبقى يجيدي it's time في الانجلش. الكلام ده زي وزي i wish. زي وزي if only. لو جاب لك احاء بالمضارع. هتلو ماضي. لو جاب احاء بالماضي في الجملة هتلو ماضي تام. طيب ما جابش حاجة خلص وسبح عيمة. ويفنا هو. يبقى ما يقدرش يحط الاتنين للاتنين هيبو صحي. تعالوا نشوف الجملة اللي جابها. ماشي ازاي معانا او ايه فكرتها. نشوف الجملة ماشي ازاي او ايه الفكرة بتاعتها. لو جابها لي في الامتحال. نشوفها هتمشي ازاي معانا ان شاء الله. بصوا كده على الجملة بتقول. it's time we study. study مضارع. present. will study. studying. ولا studied. الحمد لله ما حصلت. ليش بص بيرفكت. لو حط ماضي تام هاد كنت هشوف هو جايب ايه. ومش جايب جملة لها زمن خلاص. انا مش هجيب study. ومش هجيب study. ومش هجيب study. انا قدام اختيارين لا ثالثة له. يا باص سيمبل. study يا اما باص بيرفكت. اللي هو هاد study. امتى هاد study? لو جملة فيها باص. امتى study? لو جملة present. سبع عائمة. ومجاب ليش غير اختيار واحد ينفع اللي هو study. تمام. don't argue. ما تجدلش معاه. you cannot persuade him as he is stubborn. عشان هو stubborn. stubborn يعني شخصية عنيد. stubborn. ما تجدلش معاه. تمام هي كلمة معاه واضحة. حروف الجر دايما الترجمة تحلها لك. argue for. يجادل من اجل. argue by. argue with. طبعا argue with him. يجادل مع. في argue for. يجادل لي. في argue against. يجادل ضب. خلي بالك من ال preposition. الرجل فرحم بيها. وبيجيبها في امتحانات زي ما تشايفين. he will inform us of the new date after he. he will inform us of the new date after he. حلو قوي. انا كده شغال على كلمة after يا اولاد. وانت بتتعامل مع افتر واس ونقاذ. تخلي بالك. حضرتك وانت بتتعامل مع افتر واس ونقاذ. اللي الرجل بيرميع في الامتحان. تخلي بالك. لو جاء future. will inform us. future. صح صح للمعلومة دي جميلة ومهمة جدا 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 جدا. رابط في يونت وان. وتو. وثري. المعلومة عمالة تتنطط عليك في اول تلاتة يونت. افتر في يونت وان لانها باست بيرفكت. في يونت وانها باست بيرفكت باست سيمبل. او باست سيمبل باست سيمبل في حالة الصورة. افتر هي سوف اذا سيف بعد ما شاف الحرامي. هي كولت ذا بوليس. الانتنين منك يبقوا باست سيمبل. طب يا مستر طاري ما عليش. انا هحافظ ان افتر باست بيرفكت. ماضي تام على طول. انا هحافظها صامة. افتر كده انا هاجر على هاد. اهي هاد نون. تمام. انا بفكر ان افتر دي الجملة الاولانية باست سيمبل. افتر بعد. بعد دي ما تتقلش غير في الماضي. يعني بعد داية تتقالفح بطريقتين. يا اما في حالة سرعة. يبقى كله بسيط. باست سيمبل باست سيمبل. يا اما افتر دي. بعد ما زاكرت الاسبوع اللي فات نمت. كده انت بتتكلم على باست. طب حلو. بعد ان شاء الله منجح السند يا مستر. هروح الجامعة. بعد منجح هروح الجامعة بقت مستقبة. يبقى اذا افتر لها كذا شكل. افتر دي لها تلات اشكال. ي сценى بقولوا بقي اشكال افتر مع بعض كده. علشان نلمها كلها. لو تلمت كلها يبقي انت بك تمام. ايه اشكال افتر عندنا يبقي انت كده لميت معلومة الجد. تبقي اشكال افتر الاولان ايه؟ افتر طبعاً الكلام على افتر هو الكلام على السناز هو الكلام على وان. انا ادام 3 احتمالات لأفتر. او 4 احتمالات. الاحتمال الاول ان ما يكونش فيه فاعل لو ما فيش فاعل هجيب اي نجي على طول after studying, after playing, after going ولو ما بنينا المجهول زي ما اتفقنا هنجيب verb to be لازم ألاقي having been, لازم ألاقي being خلاص دي يا مستر احنا ثبتنا المجهول قلنا تمانية زائد واحد verb to be am, is, are, was, were, been, been after having, after having been, after being يعني كلها فيها اي نجي لما فيش فاعل يبقى ده الاحتمال الاول ده اللي ما يخصناش الوقت لما فيش فاعل بدون فاعل بدون فاعل الاحتمال الثاني لأفطر ان يبقى كلها باست سيمبل زي ما قلت after I saw the fire بعد ما شفت النار يبقى افطر الاحتمال الثاني ان انا هلاقي باست سيمبل وهنا النص الثاني هلاقي باست سيمبل زي في حالة ان يكون فيه سرعة after I saw the fire بعد ما شفت الحرامي I call the police استصلت بالشرطة so call باست سيمبل باست سيمبل ما فيش باست باست سيمبل باست سيمبل الاحتمال الثاني after she saw the fire بعد ما شفت النار she called the fire جيد اتصلت بالمطاف she called يبقى هنا شافت اتصلت بسرعة ما فيه no space ما فيش وقت او no time او الجملة فيها speed في سرعة في الكلام بعد ما افطر he touched the fire he cried بعد ما لمس النار صرخ برضو ما فيه سرعة بسيط بسيط تمام ما فيش ماضي تام او شوف الاحتمالات دي كلها موجودة مع افطر و as and as و when عندما اتصلت بسيطة الاحتمال الثالث ان انا لقي بسيطة كل ده مبني على الجملة اللي جيالك الجملة اللي هجيلك هي اللي بتحكم ان انا لقي بسيطة ماضي التام هاد ولاقي هنا بسيطة ده الاحتمال الثالث لأفطر هنا هلاقي ماضي تام ويبقى هنا الحدث الاول وهلاقي بسيطة يبقى الحدث التاني after i had both a mobile بعد ما اشتريت موبايل وروحت البيت وحملت على الالعاب اي ده و اشتريت الموبايل الاول وحملت اللعبة بتاعي شوف بقى يا باشا الاحتمال الرابع لأفطر شوف كل دي احتمالات كلمة after وصل and and وين عشان ما تنوش ان في احتمال واحد انا قدام معنى قدام معنى meaning is the master وذلانجوتي المعنى هو سيد اللغة المعنى بتاع الجملة وانا بقرأ الجملة اشوف معناها الاول يا جماعة حلو انا بقى الاحتمال اللي بعده اللي على after بعد ing أو gerund بعد past sample بعد past perfect past sample الاحتمال التاني ان انا لقي present هنا ايا كان نوع present present بقى simple present perfect present continuous ان انا لقي مضارح هنا present النص التاني يبقى future يا باشا future simple اللي هو will future simple الاحتمال الرابع نخلي بالنا من هلاقي present وده احتمال وارد يجلي في امتحانات تانية تاني يبقى دي احتمالات after احتمال gerund من غير فاعل after studying after playing after punishing after being punished after having been punished كل دي احتمالات ل after ing الاحتمال التاني يبقى past simple past simple لو في سرعة after i saw the fire i called the fire private gate بعد ما شفت النار كلمت الشور الاحتمال التالت ان يبقى ماضي تام كل دي احتمالات حلو قوي الاحتمال الرابع بقى ان يبقى فيه present after she comes بعد ما تيجي she will give me the present هتديني الهداية مجرد ما تيجي هتديني الهداية future will يبقى لو لقيت present اعرف ان على طول النص التاني بتاعك future ادي احتمالات after ما تستعجلش تعال نشوف جملتنا ونشوف ايه الاحتمال اللي الراجل جابه لنا قدامنا ايه الاحتمال اللي الراجل عمله بص يا سيدي ادي جاب after اهي تمام كان مكتوب after present future طب ما future جاء اهو will future باشكاله future symbol will be is going to will be future اين كان future symbol بقى باشكاله اللي انتم عارفينها الاشكال المختلفة بتاعت future will be will have انت حور will have يعني احتمال ضعيف هاجب before لو جاب will inform انا عرفت خلاص ان ده future يبقى لازم النص التاني بعد اي اداة رابط ياولاد اعرفوا كده اذا فيه future فاي جملة يبقى لازم ده present لازم ده يبقى مضارع شكرا الفيوتشر ما تلزمنيش شكرا الماضي التام الباست بيرفكت ما يلزمنيش شكرا الباست ما يلزمنيش شفتوا طلعت خين بقى knows he knows present simple after he knows he will find هو يلاقي that you need on the top shelf he will find all that you need all يعني كلها وجميع مشرحة ان شاء الله في فيديو لان ده من القواعد المهمة بإذن الله يفرق بين all و each و every برضو لازم اكون عارفه و لازم يكون عندي معرفة به all all that you need مش either ولا neither ولا whole لو قيل the whole كنت ممكن ابلعها شوية لكن whole that دي مش موجودة في اليوم all that you need كل اللي انت محتاج on the top shelf either or neither برضو هنتكلم عليها في فيديو خاص بيها لان فيها كلام علي 12 there is no for cancer but symptoms can be managed cancer السرطاء انا بقب ادور على انا عارفة متعدش تنكوش على لي مش عارفة symptoms الاعراض can be managed ممكن التحكم بيه there is no ما فيش علاج للسرطاء there is no كلمة علاج cure ولا treat ولا heal ولا way طبعا وي مش مش مستحبة كلمة cure علاج treatment حطيلي منت وانا ابلعها treatment العلاج لكن treat يعالج او يعانج طب يا مستر تماهيل هي اللي يشفى للجروح والقصور healing الشفى بتاع القصور والجرح treatment cure العلاج فواضح كده ان ما عندكش غير كلمة cure يعني علاج طب يا مستر ما او كاتب treat يا حبيب ما هو treatment هي اللي علاج which of the following do you need to apply for a job or position ايه من دول بحتاجها عشان اقدم لجوب job يعني وظيفة ايه من دول بحتاجها عشان اقدم لوظيفة او position يا طرى بحتاج home address او biography او curriculum vita او autobiography نشوف كده معاني الكلمات انا محتاج اقدم ليه طبعا ان شاء الله هتقولو كلكم cv cv ده الليه curriculum vita curriculum vita نتكلم شوية على curriculum vita لان اعتمال تجي ليه استناد زي ما قلت لكم هنعمش هزين نحله خلاص اللي جابت على جملة دي curriculum vita cv biography سيرة ذاتية بكتبها شخص شخص اخر عن واحد autobiography زي الايام الايام بتعطيها حصيل اللي كتبها دي تبقى autobiography يا ولاد سيرة ذاتية طيب السيرة الذاتية بنبدأها بمعلومات personal معلومات شخصية معلومات شخصية استير ذاتية curriculum vita تيه في كلمة تانية اخت curriculum vita اسمها resume resume يعني برضو سيرة ذاتية لو اجاب لي السؤال ب resume او curriculum vita انت عندك درس كامل على curriculum vita السيرة الذاتية السيرة الذاتية بحصل بها على job على وظيفة السيرة الذاتية بكتب فيها personal information بكتب فيها details بتاعتي التفاصيل بتاعتي بكتب فيها experience بكتب فيها education بتاعتي التعليم بتاعي بكتب فيها skills المهارات واحنا اتكلمنا في كلمة skills يقولنا في نوعين من المهارات hard skill soft skill hard skill يعني المهارة اللي باخدها بتعب يعني مهارة الكمبيوتر اخدت كرصات وصرفت وضيعت وقت فيها يبقى دي اسمها hard skill مهارة hard طيب وال soft skill المهارة اللي انا بكتسئ اللي هي يقولك مطلوب مثلا محاسب هادئ الطبع محاسب امين هو الامانة وهدوء الطبع انا ما اكتسبتهمش ده مهارات personal مولود دي هذي التالنت بتاعتي يبقى soft skill مهارة ما بصرفش عليها hard skill مهارة بصرف عليها وقت وفلوس تمام which sentence must be ended with a full stop ايه الجملة من ديت اللي لازم تنتهي بفلوسطوب طبعا دي كده علامات التركيب فلوسطوب exclamation mark برضو يا رب نقدر نعمل لها كده فيديو كده ان شاء الله بإذن الله نتكلم بها فلوسطوب يعني نقطة بيقولوا عليها فلوسطوب ويقولوا عليها period period يعني نقطة برضا يبقى بيقولوا عليها فلوسطوب واحيانا يستخدموا المصطلح كلمة period يعني نقطة فلوسطوب او يقولوا يبقى فيه فلوسطوب في عندي exclamation mark علامة التعجب exclamation mark في عندي كلمة من ضمن برضو السيمي كولن والكولن برضو دي ان شاء الله يبقى نفرد لها فيديو كده خاص بيها اذا قتح لنا الوقت ان شاء الله which sentence must be ended with a full stop ايه من دول تنتيب نقطة why did you come late yesterday why did you اكيد ان هو يبقى فيه question mark يبقى دي مش فلوسطوبي يا له من طقس جميل بنتيب علامة تعجب خلي بالكوا عشان الافكار بتقرر نفسها يقولك ايه الجملة من دول تنتيب علامة تعجب يجيب وط أو هاو how wonderful علامة تعجب exclamation how beautiful يا لها ومن جمال احط علامة تعجب تبقى دي كلها ادوات استفام تعمل عمل اداة تعجب بتيجي من ترجمتها يا له أو يا لها وطة fashionable dress يا له من فستان على الموضة ما ينفعش يبقى فلوسطوب she wondered where i had hidden the documents how great بعدها صفة اهو علامة برضو exclamation mark علامة تعجب how great برضو علامة تعجب تبقى لي جملة بدقة بshe wondered she wondered where i had hidden the documents الجملة دي اخرها فلوسطوب يبقى الاجابة الصحة بتاعتك للاجابة الصحة بتاعتي اهي رقم d she wondered where i had hidden the documents الطبيعي ان الكلام ده وانتي فلوسطوب واحد يقول لها مستر طب ما فيه في النص هداة استفام من توخدها يا باشا في يونة 12 احنا واخدين في يونة 12 انه ما عنديش بعد اداة الاستفام صغت سؤال حتى شوفه ما قالش had i يعني حتى لو جاتلك في الاختيارات الجملة دي where had i ولا i had حظ ده كنت بتقول i had يعني دي كده مش سؤال وبيتسائل انا حطيت الملفات تاني بقى كده على طول ديت نقطة فلوسطوب الجملة اللي بعدها which sentence is incomplete ايه الجملة من دي اللي مش كاملة المعنى مش كامل النوع ده من السؤال ده يا ولدي ليه مصطلح تاني اسمه fragmentation fragmented يعني جملة متكسرة جملة ما لهاش معنى جملة بايزة جملة ما لهاش معنى fragmented او على المصطلح ده تنسوه هكتبهولكو برده ربما متفاجئ بالسنادي incomplete ده ايه بتساوي fragmented فragmented يعني جملة متكسرة جملة ما لهاش معنى incomplete أو meaningless يعني قدام ثلاث مصطلحات fragmented meaningless incomplete ايه جملة من دول اللي مش كاملة يا ترى ذا شيف كوك دلانش ذا بص بروك داون اللي بيستعطل لها معنى ذا هاوس كلابسد البيت نهار لها معنى فعل وفعله دي معنى طب فورشنتلي هي انجرد هي انجرد يا سلام فين الفيرب اللي عنك هو غير مصاب يبقى الجملة ده كده ناقصها فيرب ناقصها مش كاملة نقطة جملة مش كاملة ما تعتبرش جملة السؤال اللي بعده in that you can restate the introductory paragraph في ايه انت تقدر تكرر repeat restate recycle انا اقول لسه شريحها في وانا بحل الامتحان انت في ايه بتقدر تكرر الفكرة يا ترى بقدر اكرر الفكرة في الباضي ولا في الconclusion ولا في the thesis الموضوع ولا في the topic sentence المصطلحات دي كلها انا اتكلمت عليها في الفيديو الاولاني بتحل الامتحانات الاولانية حضرتك الشرح ارجع للشرح بتاع الفيديو الاولاني هتلاقيني بقولك ان الconclusion دي الخاتمة restate the introductory paragraph بتكرر تاني فكرة الparagraph مرة عن الconclusion يعني في الخاتمة بقدر اقرر الفكرة بتاعت ال introductory paragraph المقدمة اللي احنا عملنا this myth اخر كملة امتحان 2022 واضح ان الحمد لله الامتحانات كده بعد ما حلنا اول امتحانين مش صعب ان انا بعمل معا ان شاء الله this myth احنا اخدنا كلمة myth واخدنا كلمة legend لازم نبقى فاهمين الفارمة بال myth و legend myth اسطورة و legend اسطورة لما اقول محمد صلاح اسطورة في نادي ليفر بول يبقى انا شايف بعيني محمد صلاح وبيحقق انجازات غير عادية فبقول عليها اسطورة لما اقول دكتور مجدي عقوب اسطورة في مجال heart surgery جراحة القلب يبقى انا بقول دكتور مجدي عقوب اسطورة انا شايف الراجل الله يديله الصحة عمين شغله رهيب فبقول علي legend اسطورة يبقى الاسطورة حد بيعمل عمل شيء جامد قوي بس قدام عيني يبقى فبقول علي اسطورة طب المث بقى اسطورة غير حقيقية وغير موجودة لما اقول الاساطير الاغراقية هتبقى myth the myth is passed down from generation to generation الاسطورة تنتقل من جل جيد the antonym antonym احنا هاي كلمة ثابتة خلاص بقت ثابتة في الامتحانات synonym والantonym هتقول لي مستر بس synonym ما جايش لا يا باشا جاي جوا بيشرق وبيقول لي قريبة في الميننج لما جاب السؤال ده هي قريبة في الميننج من كلمة ايه اهو الجرام بقريبة في الميننج من كلمة furious ازاي ما قلنا طيب لما اجي هنا للجملة بتاعتنا اللي هي اخر جملة this myth هذه الاسطورة is passed down the antonym of the word myth antonym قلنا عكس كلمة myth myth يعني اسطور عكسها legend يا سلام ده السنينوم بتاعها ربما يبقى legend لكن ما هيش العكس عكس الاسطورة تيل قصة فيري حدوتة خيالية ولا عكس الاسطورة يبقى الحقيقة يبقى كلمة fact الحقيقة وكده يبقى وصلنا لتاني امتحان ان شاء الله تعالى ياربكم استفادنا وربنا ينفعكم بالعلم ده بإذن الله مراجعة الامتحانات اللي هتتحل دي في الفيديوهات المختلفة ان شاء الله هتكون طريقك بإذن الله انك تقفل امتحانك استنادي ان شاء الله شكرا لكم ان شاء الله دعواتي ليكو جميعا بالتوفيق ان شاء الله ومزيد من النجاح وان شاء الله نقفل ونركز على الافكار اللي بتقال شكرا لكم ان شاء الله